أبو واسل ما الذي اختلف اليوم في مباراة الفتح والاتحاد وهل يعني اللمة والمصالحة أو الجلسة اللي حصلت قبل يومين داخل أسوار نادي الاتحاد من قبل إداة نادي الاتحاد وبعض المهتمين بالشأن الاتحادي من الإعلاميين وكذلك أيضا من محب النادي هل كان لها علاقة في هذا الانتصار وفي هذا الفوز خصوصا أنك أيضا أعتقد أنك كنت حاضر لهذا الاجتماع صحيح أبو واسل لا أتوقع أن لها تأثير لأن اللعبين منعزلين تماما عن هذه الأمور تتكلم أنت عن انتصار الاتحاد اليوم أو عودة الروح للفريق الاتحادي أعتقد أنه فوز مهم الإشكالية بكل أمانة هذا الموسم أن الاتحاد ينتصر خارج أرضه لا ينتصر في جدة هذه إشكالية أخرى كذلك أنه الاتحاد يكسب تعاون ويكسب الفيحة واليوم يكسب الفتح خارج أرضه ومنذ بداية الموسم والمباراة يستطيع الانتصار فيها في جدة أتوقع أنه يعني هذا علامة استفهام حتى اللعبين أنفسهم ما هم عارفين نشى السبب في هذا الأمور بس بكل أمانة أبو فيصل هل هم تعودوا على الحضور الجماهيري الكبير حتى يعني ينعكس هذا الحضور على أداء اللاعب داخل الملعب؟ أبو فيصل جمهور الاتحاد حتى وين غاب هو رقم واحد حاليا ما بين الجماهير في الحضور الجماهيري ومساندة الفريق حتى وين غاب حتى وين كان الحضور ليس هو حضور جماهير نادي الاتحاد الذي تعود عليها المتابعة وحتى اللاعبين داخل أرض الملعب جمهور الاتحاد ما زال هو رقم واحد في الحضور لكن بكل أمانة أبو فيصل الأحداث الأخيرة أو الأحداث المتراكمة اللي بيمر فيها الاتحاد أتوقع أنه ألقت بظلالها بشكل كامل حتى المشجع الاتحادي صدقني حتى وين غاب عن الحضور ما زال قلبه وعقله مع هذا النادي جماهير نادي الاتحاد متعلقة بكل التفاصيل لكنك أنت يعني في كلمة قالها سيرا أتوقع أنه لا بد أن نقف عندها بشكل كبير أنه فريق الاتحاد يفتقد ما بين الأربعة عشر الفريق عن تكافؤ الفرص مع بقية الأندية أنت اليوم لا تقدر تسجل ست لعبين أجانب لا تقدر تضيف لعبين محليين حتى الفئات السنية أنت لا تستطيع أن تسجل فيها أي لاعب بسبب الحرمان و بسبب الإيقاف هذه الأمور كلها لا بد أن نقف عندها بشكل كبير أنت غياب لاعب من اللاعبين الأساسيين يأثر على الفريق فما بالغ غياب عدد من ثلاثة إلى أربعة لعبين في كل مباراة أنت اليوم تتكلم عن قائد الفريق أحمد عسيري و كذلك عدنان فلاتة أنت بتتكلم عن فهد المولد فهد المولد غيابه يأثر على المنتخب فما بالك عن نادي الاتحاد خصوصا أيضا حتى من ناحية المعنوية نتكلم عن كقائد أصبح فهد المولد الآن يعني وجوده داخل ملعب بعيدا من مستوى الفني أيضا تأثيره أبو فاصل بكل أمانة ممكن الكلمة هذه تغذب بعض البعض يعني ما أبغى أحدد يعني أنت لما تتكلم أنه فهد المولد يعني لاعب استثنائي في الفترات الأخيرة حتى في الكرة السعودية حتى مع المنتخب لاعب له تأثير واضح ليس فقط كما قلت لك في نادي الاتحاد بل حتى على المنتخب السعودي يعني أنت لما تفقد لاعب مثل فهد في ظل الغيابات في ظل النقص في ظل عدم وجود مثلا البديل الجاهز أنت اليوم تلعب مباراة يعني مباراة تطلع ليها للفوز لعبين جلهم شباب يعني أربع أو خمس لعبين شباب لاعب منهم اليوم من ظهير اليسار أول مرة يلعب مباراة مع الفريق الأول وشاهدناها حتى الموسم الماضي مع السيارة إشراكوا العمار مثلا في المباراة النهائية ماما النصر خالد السميري قبله مع نادي الهلال يعني أنت في بعض الأمور تكون مضطر فيها يعني أنك تشرك هؤلاء اللعبين وزج بيهم في مثل هذا الموسم الاستثناء النادي الاتحاد والظروف الصعبة لكن اللعبين بيقدموا مع بقية زملائهم اللعبين يعني الاتحاد بكل واقعية يشكر اللعبين يشكر حتى إدارة النادي لأن أبو فاصل ممكن تتذكر إحنا في حلقة سابقة تكلمنا لا بد أن نكون واقعين ظل المشاكل و ظل الظروف و ظل الصعوبات اللي حتى مع احترامي ممكن حتى هيئة الرياضة قالت لك لك إحنا يش نسوي للاتحاد أكثر منه اخترنا له رئيس قدمنا له دعم و ممكن سنساعده لكن كل يوم قضية جديدة كل يوم يعني شوف بكل أمانة لا بد أن نكون واقعين الاتحاد كثر خيرهم اللعبين و المدرب و إدارة النادي على ما يقدموا للفريق هذا الموسم أنت ما تقارن نفسك حتى مع أقل الفرق اللي عندها ست لعبين و عندها لعبين محليين و تقدر تغير و تقدر تسوي الاتحاد لا يقدر يسوي ولا شيء من هذا الكلب طيب أبو وسن المحترفين الأجانب نتكلم عن الكهرباء الحكايشي الأنصاري باستثناء في النوفا هل هم يعني على نفس مستواهم و أعطاهم الفني اللي كان في موسم الماضي ولا في دروب لا يا أبو فاصل الفريق كله يعني كل الفريق ليس فقط الأجانب يمروا يعني بعدم توازن لأن شوف أبو فاصل إذا ما أثرت عليك الظروف في مبارات و في مبارتين لا بد أن تأتي يوم أو تأتي فترة ستلقي المشاكل هذه و الظروف يعني بظلالها على الفريق يعني اللعبين يشكروا على موضوع الرواتب على موضوع المقدمات أو مستحقاتهم المالية كثير من الأمور و ما زالوا يتواجد و يلعب و يقدم ولكن أبو فاصل في نادي الاتحاد الظروف أكبر من أي إدارة أو أكبر من اللاعب و من المدرب و بالرغم من ذلك الفريق موجود الجزئية الأخيرة أنا بقول لي يعني الزميل هيثم و غيره حتى من جمهية الاتحاد و تكلمنا لا يوجد في نادي الاتحاد مسمى عضو عضو شرف لا نكذب على نفسنا في نادي الاتحاد تحديدا بقية الأندية كل نادي هو يعني أعلم و أخبر في هذه الأمور بحكم قربي من نادي الاتحاد و البعض ممكن يسمعني اليوم لا يوجد في نادي الاتحاد من يستحق في هذه الفترة تحديدا أن تطلق عليه اسم عضو شرف الكل الاتحاد أنت بتشاهد ناديك اللي وصلك للجمهور وصلك للإعلام وصلك للشهرة الكبيرة ناديك بينهار و أنت جالس تتفرج كأنهم جوا لفترتهم و الكل الابتعاد يعني ما يوجد أي شخص عضو شرف ناهيك أنه في نادي الاتحاد لا يوجد شخص كبير يزعلوا و يرضوا من الكلمة هذه براحتهم الاتحاد لا يوجد مجلس شرفي أبو فيصل أنت اليوم الاتحاد من السنة الماضية أو من اللي قبلها الاتحاد تحت يعني خلينا نقول تحت يعني ما بغي أقول وصاية هيئة الرياضة مشكورة لدعمها النادي الاتحاد لكن لو كان في نادي الاتحاد مجلس شرفي مثل بقية الاندية كانوا اجتمعوا على طاولة واحدة و قدموا دعم لنادي الاتحاد اليوم إدارة النادي و من خلف هيئة الرياضة مشكورة تساء تركي على الشيخ الذي يقدم دعم لنادي الاتحاد لمكانة هذا النادي الكبير لكن أعضاء شرف لا تأمن لأنه لا يوجد ما تتقد أنه يزع الأعضاء الشرف هم فينا مرحبا فترتهم السابقة انتهت عدت فترتهم اليوم نادي الاتحاد يعني بكل أمانة لا يوجد فيه شخص يستحق لقب عضو شرف لأنه لا يوجد أحد قدم دعم لنادي الاتحاد لا يوجد أي أحد دعم نادي الاتحاد حتى الأستاذ أنمار الحائلي أن كله كل تقدير وإحترام وشكر على الفترة التي قضاها في نادي الاتحاد رئيس نادي دعم سواء هو قال أنه مثلا من والده أو يعني الأستاذ تركيا للشيخ يقول أنه تحت شخصية رياضية كانت هي اللي بتدعمه كان بيدعم في فترة رئاسته مجرد ما بتعد من نادي الاتحاد ما في أي أحد بيدعم كان كل شخص يجي يدعم فترة ويمشي اليوم هو يوم الاتحادين إذا أنت اليوم وقفت مع الاتحاد في هذه المرحلة ثق تماما أبو فيصل ما أحد يحتاجك وأنا ذكرت لك في فترة سابقة وكنت شاهد عليها في الفترة السابقة التي كان فيها المهندس حاتم بعشن عندما حقق نادي الاتحاد كاس ولي العهد والله كان يتسابق أعضاء الشرف يترجوه يأخذوا الكاس يتصوروا فيه واللي هم أعضاء شرف المفروض يدعموا نادي الاتحاد في تلك الفترة كانوا فقط يدون التصور من الكاس جزيزة المفروض ي شكرون من المفروض يطلعون يترجوه أيضا